السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من استنى بسنته وسار على ضربه إلى يوم الدين وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي ونحن الليلة بتوفيق الله وفضله ومدده على موعد مع اللقاء الثامن والعشرين بعد الثلاثمائة من لقاءات التفسير ونحن على موعد مع اللقاء الرابع والثلاثين من لقاءات تفسيرنا لصورة النساء وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع الآيتين الستين والواحدة والستين من آيات الصورة الكريمة مع قول ربنا جل وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا آيتان جليلتان جذيرتان بالتوقف وواجب على كل مسلم صادق ومؤمن مخلص أن يعرض نفسه على هاتين الآيتين ليتعرف على حقيقة إيمانه فالحق تبارك وتعالى ينكر على أولئك الذين يزعمون ويدعون أنهم آمنوا بما أنزل الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل ويدعون ويزعمون أنهم آمنوا بما أنزله الله على من سبقه من إخوانه من النبيين والمرسلين ومع ذلك الزعم الفارغ والادعاء الرخيص يريدون أن يتحاكموا في فصل الخصومات وفض النزاعات إلى غير الكتاب والسنة بل إلى الطاغوت بل إلى الطاغوت الذي أمرهم الله جل وعلا أن يكفروا به قبل أن نخوض في بحار معاني هاتين الآيتين الكريمتين تعالوا بنا لنقف على بعض الروايات التي ذكرت أسباب نزول هذه الآية وردت عدة روايات منها أنه قد تنازع رجل من المؤمنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل من اليهود وفي رواة أخرى مع رجل من المنافقين وقال اليهودي أو المنافق تعال بنا لنذهب إلى كعب بن الأشرف أي ليحكم بيننا فقال المؤمن لا بل نذهب ونتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصر هذا اليهودي أو هذا المنافق على أن يذهب ليتحاكم بين أيدي كعب بن الأشرف فنزلت الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إلى آخر الآية وكما نقول ذوما ليست العبرة بخصوص السبب بل العبرة بعموم اللفظ فالحكم في الآية حكم عام حكم عام في كل من تحاكم إلى غير الله جل وعلا وإلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الحب لهما والرضى عنهما من تحاكم إلى غير الله ورسوله إلى غير الكتاب والسنة فقد تحاكم إلى الطاغوت وإن زعم ودعه وملأ الأرض ضجيجا بأنه حقق الإيمان بالله وآمن بما أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بما أنزله الله على إخوانه من النبيين والمرسلين هذا زعم ما هو الزعم ألا انطر إلى الذين يزعمون الزعم كما قال الراغب في مفرداته الزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب الزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب ولم تأتي كلمة الزعم في القرآن الكريم إلا في محل الذنب وأكثر ما يستعمل يستعمل الزعم في الباطل والشك والارتياب كما في قوله تعالى مثلا زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم الآية وكما في قوله تعالى بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدة فإن استعمل لفظ الزعم في غير هذا المعنى احتاج إلى قرينة أو إلى اصطلاح خاص ولذا قال الإمام النووي والحافظ بن حجر وغيرهما الزعم يطلق على القول المحقق ويطلق على القول الكذب ويطلق على القول المشكوك فيه وينزل المعنى في كل موضع على ما يليق به وبما يفهم به معنى الزعم في سياق التوراة المنزلة على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وبالإنجيل المنزل من عند الله على نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم يزعمون هذا الزعم ومع ذلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد شرحت معنا الطاغوت بالتفصيل في تفسيرنا لصورة البقرة عند قولنا تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لن في صام لها قيل الطاغوت والشيطان وقيل هو كعب بن الأشرف في هذه الآية وقيل الطاغوت هو الكاهن والساحر الذي كانوا يتحاكمون إليه وقال ابن جرير رحمه الله والصواب من القول عندي في معنى الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله تفسير جميل لأن الطاغوت مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد فقال إنه كل كل ذي طغيان على الله فعبد من دون الله إما بقهر منه أي من هذا الطاغوت لمن عبده وإما بطاعة لهذا الطاغوت ممن عبده إنسانا كان أو ذلك المعبود إنسانا كان أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء وقد حد معنى الطاغوت الإمام عبد القيم حدا جامعا فقال رحمه الله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدا كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوته كل قوم هو من يتحكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه مع الله أو من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله قال ابن القيم فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أن أكثرهم قد انصرفوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إلى الطاغوت ورأيتم قد انصرفوا عن طاعة الله جل وعلا وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته وهؤلاء لم يسلكوا طريق النجين الفائزين الموفقين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان ولم يقصدوا قصدهم بل خالفوهم في الطريق والقصد معا فالمعنى المراد من الآية ألم تر إلى الذين أزعمون أنه أمنوا بما أنزل إليك المعنى ألم تر يا رسول الله وتعجب لأولئك الذين أزعمون بالباطل والكذب والافتراء أنه أمنوا بما أنزل إليك من القرآن وآمنوا بما أنزل إلى إخوانك من قبلك من التوراة والإنجيل على قلب نبي الله موسى وقلب نبي الله عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ومع ذلك يريدون مع هذا الادعاء والزعم أن يتحاكموا إلى الطاغوت أن يتحاكموا إلى من يعظمونه ويحكمونه ويرضون بحكمه ويصدرون عن قوله وقد أمرهم الله جل وعلا أن يكذبوا بما جاءهم في الطاغوت الذي يتحاكمون إليه ومع ذلك تركوا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الشيطان الذي يصدهم عن سبيل الحق والهدى ويريدوا أن يضلهم ضلالا بعيدا فلا يستقيم الإيمان بالله أبدا أبدا إلا بالكفر بالطاغوت ابتداء إلا بتخلية القلب وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك كله ثم بعد هذه التخلية تأتي التحلية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله يخلص القلب يخلي القلب من شوائب الشرك كله ثم يحقق الإيمان بالله وحده وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله ويحقق تمام الانقياد وكمال العبودية لله جل وعلا ويتمرأ من كل معبود أو متموع أو مطاع أو طاغوط أو إله مكذوب بالباطل أو رب مكذوب يعبد بالباطل يرضى أن يكون معبودا مع الله أو من دونه هذا قيد مهم فلا يكون الطاغوط طاغوطا إن كان معبودا أو متموعا أو مطاعا إلا إذا رضي بعبادة من يعبدونه وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله لكنه لم يرضى بهذا لم يرضى بهذا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمياء إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك آيات عظيمة إلى آخر صورة المئدة قال جل جلاله فمن يكفر بالطاغوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة قال ابن عباس العروة الوثقة هي لا إله إلا الله أي فقد حقق التوحيد المراد لله جل وعلا ثم بيّن الحق سبحانه وتعالى بعد رغبة أولئك المنافقين في التحاكم إلى الطاغوط بيّن نفورهم وإعراضهم عن التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال جل جلاله في الآية الوحيدة والستين بعدها وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أي تعالوا إلى حكم الله جل وعلا وتعالوا إلى حكم الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا هذا ترمومتر حقيقي يستطيع أن يقيس به كل إنسان حقيقة إيمانه من النفاق الذي ربما يغرق فيه البعض دون أن يشعروا فبمجرد التحاكم إلى الطاغوط والإعراض عن حكم الله ورسوله فهذا دليل عملي على نفاق من يقع في ذلك وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين حكم رب العالمين هكذا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يصدون عنك صدودا بصغة المفعول المطلق المؤكد للفعل ليه ليبين جل جلاله مدى إعراضهم وتباعدهم ونفورهم أن يعرضون عنك إعراضا وأي إعراض ويصدون عنك صدودا وأي صدود وقيل بل صدودا مصدر أي صدود عظيم ولذا قال الحق تبارك وتعالى يصدون عنك ولم يقل عن قولك انتبه للقرآن ولم يقل يصدون عن حكمك ولم يقل يصدون عن قولك وإنما قال يصدون عنك عليه الصلاة والسلام يصدون عنك طدودا إمعانا في نفاقهم وإمعانا في بغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإمعانا في بغضهم لشخصه الكريم وقد جاء بالحق والهدى من عند رب العالمين والصد قد يحتمل معنى آخر في اللغة ألا هو معنى المنع ألا هو معنى المنع فصدون عنك صدودا الصد له معنى آخر والمنع كما في قوله تعالى الذين صدون عن سبيل الله أن يمنعون الناس عن تحقيق الإيمان بالله ودخول هذا الدين ولذا جاء هذا التعجب بصيغة الاستفهام المهول لوعيدهم بالإبهام بلا تصريح وهذه من بلاغة القرآن وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين المنافقين يصدون عنك صدودا فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وشعار المنافقين يصدون عنك صدودا مع زعمهم والدعائهم بالكذب والباطل أنهم آمنوا بالله وفي رسولهم وما نزل الله عليه وعلى إخوانه من النبي والمرسلين فيأتي هذا التعجب بصيغة الاستفهام الذي يبين وعيدهم ولكن بالإيهام بلا تصريح فيقول جل جلاله فكيف إذا أصابتهم مصيبة مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحتانا وتوفيقا أي كيف يكون حال هؤلاء إذا أصابتهم مصيبة وعقوبة هائلة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك بعد ذلك حين يعجزون عن دفع هذه المصيبة جاءوك يحلفون بالله واعتذرون إلي عن فعلهم ومعصيهم وأنهم ما أرادوا بالتحاكم إلى غيرك ما أرادوا إلا الإحسان وإلا التوفيق انظر إلى الكذب انظر إلى الضلال ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوط إلا الإحسان والتوفيق كيف يكون ذلك ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق بين أولئك المتنزعين والمتخاصمين ولكنهم لم يقصدوا الإساءة هكذا ادعوا وزعموا لم يقصدوا الإساءة إلى شخصك إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هايهات هايهات الله جل جلاله يعلم ما تكن ما تكنه صدور المنافقين ويعلم ما تخفيه قلوبهم من بغض لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن إعراض ونفور عن حكمه بل وعن شخصه الصدود عنك صدود أنا والله أعجب ولا حول ولا قوة إلا بالله أي قلب هذا الذي يبغض رسول الله أي قلب قلب مات قلب مظلم قلب قاس كالحشر أو أشد أي إنسان هذا أي مخلوق هذا الذي يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النور وهذا الخلق وهذا الأدب وهذا السراج المنير أي قلب هذا الذي يبغضه وهو يراه أمام عينيه وبين يديه قلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي لذا قال الله جل وعلا أولئك الذين أعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم الله 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 انظر إلى العلاج انظر إلى العلاج الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وكيفية التعامل مع أولئك المنافقين والمنافقون موجودون في كل زمان ومكان كيف تتعامل مع المنافق الذي يعرض عن التحاكم إلى الله والتحاكم إلى رسول الله هذه القرينة فنحن لنفتش داخل القلوب وإنما نحكم على إعراض عملي عن حكم علام الغيوب وحكم حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يأمر الله نبيه في هذه الآتب أمري أن يعرض عنهم وأن يعرضهم موعظة بليغة أي أعرض يا رسول الله عن أولئك البعداء فالله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم من بغض لك ومن كره لدينك حتى وإن ادعوا وزعموا واجتهدوا بالكذب والضلال في إخفاء ذلك الذي تحمله قلوبهم وتكنه نفسهم وتحويه ضمائرهم فأعرض عنهم من هذا النفاق تينزل بهم ما نزل بمن جهر بشترك والكف فما عليه صلى الله عليه وسلم إلا أن يعرض عنهم ولا يخشى أذاهم ولا يلتفت إليهم وأن يعظهم وعظاً بليغاً حسن الألفاظ والمعاني فيه من الترغيب والترهيب فيه من التحذير والإنذار وعظ فيه ثواب وعقاب وعظ يؤثر في قلوبهم ويخوفهم من عقاب وعذاب الأخرة لينزجروا عن نفاقهم ومكرهم وكيدهم وحسدهم وكذبهم وعداوتهم وبغضهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون أيها المسلمون بل أيها المتعالمون يا من تدعون العلم وتنفون العلم عن غيركم بدعوة أنهم وعاظ فلان واعظ فلان جاهل لمجرد أنه يعظ الناس موعظة بليغة مؤثرة منضبطة بالقرآن والسنة بفهم دقيق ووعي عميق لحال من يعظهم يخرج المتعالمون ليقللوا من شأن الوعظ ومن خطر الموعظة أود أن أقول لهم الوعظ شأنه عظيم وخطره جسيم بل هو أمر رب العالمين لسيد المرسلين وأبلغ الوعظين المؤثرين بل الوعظ من مهام الأنبياء والمرسلين هيال العجب لأولئك المتعالمين الذين يحقرون شأن الوعظين المؤثرين الصادقين المحققين الذين ترققوا كلماتهم القلوب وتبكي العيون ثم يقولون أولئك المتعلمون يقولون على سبيل التنقيص والتقليل والتحقير من شأن هؤلاء يقولون وعظ فلان واعظ وفلان واعظ والوعظ من أشرف مقامات الدعوة إلى الله أكرر الوعظ من أشرف مقامات الدعوة إلى الله والناس كل الناس كل الناس على اختلاف عقولهم وعلى اختلاف مستواهم العلمي وعلى اختلاف مذاهبهم وأفكارهم في أمس الحاجة إلى موعظة صادقة صحيحة رقيقة تحيي القلوب وتبكي العيون وتجدد الإيمان وتحرر الخلق من رق الشيطان وعبودية الدنيا والرضى بها والاطمئنان إليها الناس في حاجة إلى موعظة صادقة مدققة محققة تذكرهم العواقب في الدنيا الآخرة بأسلوب جميل وقول نبيل مدعم بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله الجليل برفق وأدب ولين وحكمة ورحمة وتواضع وترغيب وترهيب لتطهر القلوب لتزكو النفوس ليصحح الخلق الأقوال والأعمال والأحوال انتبهوا معي لهذه الجملة التي سأقولها ورب الكعبة إنها تهز القلب كفى بالموعظة شرفاً ورفعة وجلالاً أن الله جل جلاله قد تولى الموعظة بنفسه 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 قال جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به الله يعظنا بهذا يعظكم به وقال سبحانه إن الله نعم ما يعظكم به وقال سبحانه يعظكم الله أن تعود لمثله أبداً يعظكم الله وقال تعالى لنبي الله هود إني أعظك الله الله إني أعظك أن تكون من الجاهلين بل وكذلك كان الوعظ من مهام الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم رب العالمين مبشرين ومنذرين هذه الموعظة مبشرين ومنذرين وعلى رأس أولئك الرسل إمامهم الأعظم وسيدهم الأنبل الأكرم بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه جل وعلا أمراً صريحاً بالموعظة فقال سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة الله يأمر نبيه أن يعظ الناس موعظة حسنة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك وأعلم من ضل عن سبيله ووأعلم بالمهتدين قال الإمام ابن القيم رحمه الله أطلق الله هنا في هذه الآية أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة فالحكمة كلها حسنة ووصف الحسن وصف ذاتي للحكمة أما الموعظة فقيدها جل جلاله بوصف الإحسان أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إذ ليس كل موعظة حسنة إيوا رب إذ ليس كل موعظة حسنة بل قد تكون الموعظة خشنة جارحة مؤلمة كاذبة كاذبة إن لم تكن موثقة بالدليل من كتاب ربنا الجليل وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم فكان سيد البلغاء كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد البلغاء وإمام الفصحاء كانت مواعظه تأخذ بالقلوب والألباب كانت مواعظه تقود النفوس إلى الاستقامة على أمر الملك القدوس كانت مواعظه تخلصهم من نوازع الشر ومجبات الهلاك وترقى بهم ورب الكعبة وترقى بهم في مدارج الكمال والإيمان بل والإحسان بعيدا بعيدا عن نوازع الهوى وعن خطوات الشيطان تدبر معي هذا الحديث الرقراق الذي روه الإمام أحمد وأبو داولة والترمذي وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا ها ها وعظنا رسول الله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة رويدا رويدا يا من تحقرون الخلق وتسفهون الناس وتزعمون أنكم أصبحتم العلماء فحسب دون غيركم وكأنكم تقسمون رزق الله وفضل الله على خلق وعلى عباده وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقفى الله والسمع والطاعة فإنه من يعيش منكم بعد فسار اختلاف كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكان صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه بموعظة كما في صحيحين حديث عبدالله مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة بالموعظة في الأيام تراهة السآمة علينا وأؤكد أنه لا سبيل إلى تقديم خطاب وعضي بليغ ناجح مؤثر في القلوب والعقول والسلوك معا إلا إذا كان هذا الخطاب الوعظي ملكزما بالكتاب وسنة الحبيب النبي إلا إذا كان هذا الخطاب الوعظي متوازنا بوسطا بين حاجات القلب والروح وحاجاته ومتطلبات البدن والعقل وذلك من خلال رؤية الإسلام الشاملة للدنيا والآخرة بعيدا عن المبالغات والتهويلات والقصص المكذوبة الباطلة للتأثير في الخلق بالباطل فذروة سنام الوعظي وأجله وأشرفه الوعظ بالقرآن الكريم بكل ما فيه من وعد ووعيد وقصص وأمثال وأخبار وأمر ونهي وترغيب وترهيب وحكم قال تعالى تدبر هذه الآية وما أجملها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم موعظة موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ثم يأتي بعد ذلك الوعظ بكلام سيد البلغاء بكلام إمام الفصحاء الذي آتاه الله جوامع الكلم ثم يأتي الوعظ في المقام الثالث بكلام من نور الله مصائرهم وطهر صرائرهم من أهل العلم الربانيين والدعاة المخلصين الصادقين كابن القيم وابن الجوزي وابن رجب والغزالي وغيرهم ممن تحرق قلوء كلماتهم القلوب ورب الكعبة الجامدة القاسية والمعول على الإخلاص كما قال ابن الجوزي رحمه الله من أخلص لله سريرته تاح عبير فضله تاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه فالله الله في الصرائر فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر أكرر ما أحوج الأمة ورب الكعبة إلى الوعظ بالضوابط التي ذكرتها في زمن قست فيه القلوب وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وأرجو من إخواننا أن يتواضعوا لله سبحانه وأن لا يدعي أحدهم لنفسه العلم فورب الكعبة فورب الكعبة من ذاق حلاوة الإخلاص من ذاق طعم المراقبة لرب الناس يخشى على قلبه ويخشى من قوله ويخاف أن يقول قولا يلقى به في نار جهنم فأول من تسعروا بهم النار أهل الرياء أهل الرياء الذين يظهرون ما ليس فيهم ويراؤون بأقوالهم وأعمالهم الخلق ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن من الله فعليك بالعلم فذلك فضل الله يؤتي من يشاء وادعوا لإخوانك فكل على ثغر وأرض الإسلام تتسع لكل من يبذر مادم يبذر بذرا صحيحا من الكتاب والسنة الصحيحة المنضبطة بفهم دقيق ووعي عميق لمراد الله ومراد رسوله ولواقع الأمة بل ولواقع البشرية لماذا تضيق ما وسع الله جل وعلا ولماذا تحجر ما وسع الله جل وعلا وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون أسأل الله أن يرزقنا الذل إليه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلة وأن يطاهر قلوبنا من الحق والحسن والغل والضغائم والهوى والشهوات والشبهات إنه ولي ذلك والقادر عليه فالحق جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية العظيمة بالإعراض عن أولئك المنافقين مع وعظهم بالقول البليغ المؤثر فقل سبحانه أولئك الذين أعلموا اللهم في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قول بليغا ثم يبين الحق سبحانه أنه ما أرسل من رسول إلا ليطاع فيما يأمر به وفيما ينهى عنه فقال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك الله ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيمة تعالوا بنا لنعيش مع هذه الآية الجليلة العظيمة في اللقاء المقبل إن قدر الله المقاء واللقاء والله تعالى أسأل أن يتقبل منا جميعا وأن يردنا إلى القرآن ردا جميلا وأن يرزقنا تلاوته وسماعه وتدبره والتحاكم إليه والعمل به والتداوي به إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته